فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأمر بمخالفتهم في الهدي الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسده النبي صلى الله عليه وسلم من الحكمة التي جاء بها أنه نهى عن التشبه بالكفار في هديهم الظاهر قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال لا تشبه باليهود ولا بالنصارى وهذا لا شك أن له حكمة عظيمة فإن مخالفتهم في الظاهر تدل على مخالفتهم في الباطن والعكس كذلك مشابهتهم في الظاهر تدل على محبتهم في الباطن كما يأتي في كلام الشيخ فالتشبه له ارتباط وثيق بما في القلب من محبتهم أو من تعظيمهم فهو لم يتشبه بهم إلا لأنه يرى فيهم الكمال ويرى فيهم القدوة الحسنة له فالتشبه ليس هو أمرا عاديا أو أمرا عابرا وإنما له مدلوله له مدلوله الذي بعث عليه وهو تعظيم الكفار والرأي أنهم أهل كمال ولذلك يتشبهون بهم لأجل هذه الأمور نعم نعم